خلين الوقتي ننزل مع بعض ونشوف زميلنا أنطون ميل وزميلنا عزيز داود موجودين بيشوفه نبض الشارع زميلنا أنطون موجود دلوقتي في الجامعة العملية بمدينة نصر وكمان زميلنا عزيز موجود في مدرسة القومية بالعجوزة خليل في البداية نبدأ بزميلنا عزيز برحب بك عزيز وعايز أعرف النبض وعايز أعرف الوقتي توافد المصريين وشفنا على مدار الأيام اللي فاتت شفنا مبارح عدد كبير موجود من فئات مختلفة وكمان أنت كمان كان معاك ضيفة غالية من الناس لزو شأن وفكري كبيرة في السن كمان عاملة حادثة كمان في رجليها ونزلة عشان خاطر تشارك عايز أعرف النبض عندك في الشارع زميل مايك المنصور برحب بيك وبجد الترحيبي بكل زمال خلف الكاميرات وبجد الترحيبي بأعزقنا مشاهدين ومتابعين قناة مساءت في كل مكان من محافظة الجيزة بخاطب حضرتك وبخاطب كل السادة المشاهدين بالتحديد من منطقة العجوزة من أمام لجنة القومية بالعجوزة حضرتك في هنا كتير من فئات الشعب المصري ملتفة حول وحدة واحدة وهدف واحد وهو الأداء مهم الوطنية في المشاركة في الانتخابية السياسية بنتبع مع حضرتكم أداء العملية الانتخابية على مدار الثلاث أيام التي تتم فيها العملية في كتير من الشعب المصري مشترك في العملية الانتخابية بنشوف المرة دية في الانتخابات عدد كبير جدا من فئات الشباب اللي بتشارك عندها وعي سياسي عندها وعي بأهمية دورها والمشاركة حتى الشباب هنا بيقولوا أنا بشارك في الانتخابات إذن أنا موجود إذن أنا قادر أطالب بحقوقي فيما بعد لكن لو ما شاركتش فأنا مليش موجود بنشوف عدد المرأة عدد كبير جدا بنشوف مختلف الأعمار بنشوف مختلف الفئات من الشعب المصري زي ما أنت ذكرت كمان عايزة أشير ليك والأستاذ المشاهدين إن هنا في لجنة العجوزة وفي أغلب اللجان اللي نزلناها وغطيناها من خلال عدسة قناة ميسات بنشوف الاستعدادات الأمنية بتنصق على أكمل وجه ما فيش أي ضغطات ما فيش أي صعوبات بتواجههم شعب عنده وعي عنده ثقافة بحقه إزاي يدلي صوته في الانتخابات وإزاي يقول رأيه من خلال الصندوق كمان بنشوف الخدمات المعاونة من المجتمع خلينا أسألك يا عزيز عايز أعرف يعني فيه أخبال من الناس بشكل عام بس بتكلم عن فقات الشباب أو فقات كبار السن دايما بشوف كبار السن من أهلنا دايما بيزبقونا كتير جدا في كل الأوقات عندهم الدافع والحماسة كلمني عن المشاركة زميل مايكل هنا المشاركة فعالة جدا ومشاكل إيجابي جدا هنا كل الملفات زي ما حضرتك ذكرت موجودة بتشارك حتى بنشوف الشباب وبنشوف الأعمار المختلفة منهم الناس الكبيرة في السن كتير شفناهم وكمان أصحاب الهمم فيه تيسيرات ليهم للناس دي فيه هنا خدمات معاونة من الجامعيات المدنية بتساعد الناس في أن هي تعرفها أماكن لجانها وبتعرفها أماكن الانتخاب وطريقة الانتخاب والرموز للسادة المترشحين كمان الجهات المعاونة بتساعد الكبار السن في استحابهم من المركبات أو اللي بتنقلهم للجنة وكمان بيساعدوهم حتى بعد العملية الانتخابية هم يرجعوهم لأماكنهم تاني هنا كل الأشكال في كل اللجان اللي احنا شفناها كل الأشكال بتنظم باستعدادات مجهزة حقيقة أنها تستقبل كل الأعمار الشباب عنده وعي حتى الشاب اللي جاي ينتخب بيقدر أنه هو يساعد في العملية الانتخابية ويقدر يشرح للسادة المختلف في الأعمار أنه هم يزايدلوا بأصواتهم وازايد خلوا اللجان عزيز خلينا أسألك وعشان احنا طبعا بناخد لسان حال الناس وإحنا بنرصد كل شيء هل هناك أي مخالفات؟ هل هناك أي توجهات؟ فيه أي اختراق؟ فيه حد فيه توجيه معين حد بيقول كذا فيه ناس بتوقع قدام اللجان عشان ننقل الصورة زي ما هي بالفعل زميلي مايكل تكلمت مع أكتر من جهة أمنية في بعض اللجان اللي وصلنا لها وكلهم أكدوا أن ما فيش أي صعبات بتواجه اللجان ولا فيه أي مشاكل بالعكس تماما أن الشعب المصري بنقل صورة حضرية وثقافية جدا بوعيهم بأهمية الانتخابات وبأهمية التنظيم كل واحد عارف دوره كل واحد عارف لجنته حتى اللي ما يعرفش بيلاقي كتير من الناس بتساعده من الشباب ومن اللجان المعاونة وده بيتم بشكل مثالي جدا بشكل منظم جدا وبشكل منصق جدا بل العكس تماما أنه مفيش أي مشاكل ولا فيه أي صعبات حتى يومنا هذا وإن شاء الله تستمر للعملية بهذا الشكل حتى يومنا الثالث وهو غدر بيزيلا ونتنقل من محافظة الجيزة نروح لمحافظة القاهرة وإزميلنا أنطون إيميل موجود دلوقتي في الجامعة العملية بمدينة نصر برحب بك أنطون وبقولك توصف لنا المشهد والتوافد اللي موجود دلوقتي في مدينة نصر الزميل العزيز مايكل منصور أهلا بيك وأهلا بكل سادة المشاهدين محبي ومتابعي قناة ميساتي في كل مكان مستمرين مع حضراتكم في تخطيطنا على مدار اليوم الثاني لفعاليات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين واختيار الشعب لرئيسه اللي عيمثله لفترة تكون لستة أعوام زميل مايكل أنا معاك ومستعد لأي استفسارات أو تساؤلات من قبل حضرتك طيب أنطون قولي بس المشاركات إحنا زي ما كنا بتكلم مع عزيز من شوية وبسأله عن المشاركات والفئات العمرية اللي موجودة وهل الأعداد بتزيد احنا عارفين دلوقتي خلاص يعني يمكن تقريبا وقت صغير ويبتدي الناس كلها تخرج من أشغالها عشان خاطر كله كمان اللي عند شغل بيخلصه وبتدي يروح للجان بتكلم عن التوافد دلوقتي والفئات العمرية اللي موجودة أكتر شوية للتوافد تمام زميل مايكل بخصوص أن احنا موجودين هنا في الجامعة العمالية بمدينة نصر من أول قدومنا ككاميرا التميسات والأعداد بتتوافد بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ أعداد كبيرة جدا بتيجي علشان تنتخب وتدلي بصوتها ده ما يخص الأعداد أما عن المشاركات العمرية خلينا أقول لك حضور ملفت وقوي لكبار السن اللي بيقدموا درسة حقيقي في الانتماء والوطنية وكمان من خلال لقاءاتنا اللي أجرناها على شاشة قناة ميسات اتكلمنا مع بعض الناس والدوافع اللي بتخليها تنزل وكله كان بيأكد إن ده دورهم الوطن الحقيقي والفعال وإن هما ليهم حق أصيل في وطنهم الحبيب مصر إن هما يشاركوا بيدلوا ويدلوا بصوتهم في الاستحقاق الدستوري اللي بيكفلوا ليهم الدستور إن صوت كل مصري أمانة يقدر يقدموا للوطن في الوقت اللي الوطن يكون محتاج لوقوف كل المصريين بجواره وإن دايماً اللي بيراهن على الشعب المصري بيكون كذبان أنطول خليك معي وبسأل عزيز مرة تانية وبتكلم عن تعاون تعاون رؤساء اللي جان والموجودين القائمين على الانتخابات في فكرة التعاون وتقديم المساعدات لزول همم هل فعلاً فيه تقديم مساعدات بشكل بيبقى فيه صورة بديهة بالنسبة للشخص اللي قاعد على كرسي أو الشخص الصعب الحركة اللي يقدر يتحرك بالفعل زميدي مايكل احنا ضمن البروتوكول اللي كان موقع سابقاً ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وما بين الهيئة الوطنية للانتخابات تم التجهيز لزول همم كافة المساعدات إن هم يقدروا يضلوا بصوتهم وده بنشوفوا بمتابعة حية من اللجنة العامة ومده أيضاً من ضمن الرؤساء والمستشارين اللي بيشوفوا على اللجنة الفرعية اللي تابعة لللجنة العامة للانتخابات إن المستشار بنفسه في بعض اللجنة كان فيه عدسة قنات مثال بترصد أحد المستشارين كان بيوصي بعض الجماعيات المتعاونة إنها تهتم بزوي الشأن عن طريق تحريك الكراسي المجهزة ليهم لنقلهم من السيارات النقلة إلى اللجان حتى بعد العملية الانتخابية أيضاً بيقوم المستشار بإلقاء رصد رصد العملية من خلال كيام أحد الشباب بنقل زوي الهمم إلى سياراتهم مرة أخرى وده بيتم بإشراف ومتابعة من أحد المتوصين من خلال المستشار الخاص باللجنة الفرعية صحيح أنتون برجع لك مرة تانية وبسألك أنتون على مدار يوم ونص في أي منظر مؤثر أنت شفته على مدار اليوم ونص وحليساً مكملين كمان على مدار اليوم التاني شفت أي حاجة غريبة يعني إحنا شفنا من شوية مثلاً حد كبير في السن طبعاً عامل حادثة في رجليه ورايح عشان خاطر يدل في صوته بصراحة أنا بقد أفكر لما يكون حد كبير في السن ومش قادر يتحرك ايه الدافع وكل هذا الحب اللي بيقدمه للوطن صحيح زميلة مايكل لو تسمح لي في البداية أشير لونوطة من خلال توجودنا في الجامعة العملية بمدينة نصر تعاون كبير من قبل رؤساء اللي جان مع المواطنين اللي هم ممكن ما يكونوش عارفين أو ليس لديهم المعرفة الكافية لكيفية الإدلاق بصوتهم بطريقة صحيحة هم بيساعدوهم وبيوفروا لهم يعني كل الاحتياجات اللي يخليهم يطلب صوتهم بكل أريحية وكل شفافية ده ما يخص تعاون رؤساء اللي جان مع السادة المواطنين من خلال وجودنا ما رصدناش أي حالات شكاوي أو مخالفات من قبل السادة المواطنين الكل بييجي وفوت كبيرة بتيجي تشارك وبتقدم مشاركتها بصوتها الفعال واللي مليان حرية وشفافية أما عن سؤال حضرتك زميلة مايكل خلينا أقولك في بعض المشاهد اللي حقيقي بتصير الإعجاب وبتصير الفضول زي ما حضرتك ذكرت إيه الحب وإيه الدافع الشديد لوطننا الحبيب مصر اللي هو يستهل مننا الحقيقة كل التضحيات يعني من خلال وجودنا لقينا بعض الأشخاص اللي هم زوي القدرات الخاصة متعاونين معاهم رؤساء اللي جان بيساعدوهم بالطرق اللي هم يخلوهم يطلب صوتهم بأريحية بعد الأشخاص كبار السن اللي موجودين على الكراسي المتحركة بيتموا مساعدتهم من أول وصولهم لباب اللجنة وحتى عملية الإدلاء بصوتهم صحية يعني أنا بقول لك أنتون أنت وعزيز إحنا منتظرين طبعا لقاءات كثيرة وكثيرة من أماكن مختلفة أنتوا يعني أنتوا عنينا في الشارع بتشوفوا طبعا ناس كثيرة وفقات كثيرة وعايزين نشوف الكثير والكثير ولكن طبعا سؤالي ليك أنتون أنت وعزيز وأنا شايف أن أديكم وأنتوا الاثنين مسكة لمايكات ومش باين إذا كنت أنتوا قدلتوا بالصوت أو لا أمش عارب بس هيتم طبعا تفتيش مفاجئ عشان عارب انتخابت ولا لسه زميلة مايكل يعني هو ده كان سؤال لا إحنا مش مستعدين لي لكن بالتأكيد هنطلب صوتنا في أقرب وقت بالتأكيد لأن ده زي ما إحنا يعني بنحاول إن إحنا دايما نوصل للناس لازم نكون إحنا بنعمل الحاجة اللي بنقول عليها فبالتأكيد ده دورنا الأساسي تجاه الوطن وإنت يا عزيز كمان عايزة أسمع رأيك زميلة مايكل أنا بالفعل لسه ما قدلتش بسوط الانتخابي ولكن أنا فعلا هنزل إن شاء الله إذا كان لنا عمر لأن ده حق الدستوري اللي بيكفله لي القانون وإن شاء الله ده واجب وطني علي وده حقي عشان أنا لما شارك النهارة في الانتخابات واختار رئيسي لما أجي أطلب مطالب قادمة إن شاء الله أكون بطلب من الشخص اللي أنا اخترت منه ولكن إن كان عمر إن شاء الله أشارك فاخر يوم في العملية الانتخابية بإذن الله أذكركم جدا طبعا وده واجب طبعا يعني كلنا لازم نقديل الوطن